السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل النهار ده يا حبيب الشيش طوق بمنتهى السهولة وبتتبيلة اصلية وقال لكم على سر الطراوة والتسوية المزبوطة وان شاء الله يطلع معنا احلى من بطاعة المطاعم احلى من الجاهز انا بشيل الاول الموزة دي انا معايا كله من صدور الفراخ بشيل الموزة دي باستخدمها في حاجات تانية وهقطع السدري دانو الصين بالطريقة دي واعمل مكعبات بسم الله عايزين انا باعملها ايه في الحجم ده لو انتوا عايزين تصغروها عن كده صغروها ايه انا اقولتلكوا انا معايا كيلو من صدور الفراخ انا عاملاه ومتبلاه بس بوريكوا ايه قدامكم كده ايه عشان تشوفوا الطريقة لكن انا متبلاه من امبرح بالليل وحطها في التلاج دي بصلة مبشورة هاخد الميت البصل بتاعتها لازم ميت في اي تتبيل الفراخ او لحوم لازم ميت البصل لحبيبي بتصرع في التسوية وبالطعم الحائل بالطعم حتة اللحمة حافظ الوراء لغاية منزل الماء اللي فيها كلها وعلبة زبادي المفروض ان انا حطيت علبتين زبادي لان ده كيلو انا قلتلكوا انا بوريكوا بس اللي انا عاملاه هطلعه دلوقتي من التلاج واتنين صلصة معلقتين صلصة كبار واللي عايز بقى يحط صلصة حرة يحط صوص حر يحط انا حطت معلقتين صغيرين عشان في اطفال هيكلوا من الشيش اربع معالق زيت زاتون مفيش زيت زاتون استبدلوا بزيت اكل عادي وشوية البهارات الحلوين دول ملح معلقة ملح ونص معلقة كمون ونص معلقة فيلفل اسمر وكاري او وكركم اللي عايز يحط حاجة واحدة بس يحط وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر من كل حاجة نص معلقة مع عدل الملح اللي عايز يحط كسبرة نشفة يحط نص معلقة وعصارتي لمونتين يا حبيبي لازم تعصره لمونتين في التتبيلة دي لازم طبعا ايه القطع كلها تتغطى بالخلطة دي تتحط في التلاجة لا يقل عن 12 ساعة يعني لو هتطلعوها بدري طلعوها بعد 6 ساعات عشان تاخدوا نتيجة مظبوطة وشيش طوق ممتاز وطري في الاكل ومستوي انا هحط الخلطة دي في التلاجة واهطلع اللي انا عاملها من امبارح بالليل بالطريقة دي كده غطناها بالستريتش راب ونحطها في التلاجة واجيب ايه اللي انا عاملها من امبارح شايفين منظرها جميل ازاي؟ دي عليها علبتين زبادية حبيبي وعصر عليها لمونة كبيرة بالمنظر ده ريحتها تحفة بسم الله ما شاء الله على منظرها كمان هابدأ اجيب العصياني اللي زي دي كده بتاعت الشيش انا حطتها الاول في مياه لمدة 10 دقايق ونشفتها كويس هنزل بقى زي ما انتو حابين عايزين تحط البصل الاول حطه عايزين تحط اللحم الاول حطه قطعة الفراخ انا عملتها بالشكل ده ورجعت التاني برضو شوية عملتهم ايه؟ خليت البصل اخر حاج ده البصل الاورمة انا مش حابة حط طماطم يا حبيبي لان الطماطم بتنز مية وما بتعجبنيش في الشيش طووق جربوها يا حبيبي بالطريقة دي ولو عجبكم الفيديو لايك واشتركوا في قناتي التتبيلة صراحة ريحتها بروايح طريقة ممتازة شايفين منظرة؟ ننزل بالفلفل وقطعة الفراخ تتبيلة ريحتها جميلة جدا جربوها بالطريقة دي طريقة ممتازة انا قلتلكو علبة الزبادي علبتين الزبادي بيطروا حطة اللحمة ومية البصل بتسرع في السوى وشوية التوابل الحلوين بتعنا لازم القطع كلها تبقى متغطية بالتتبيلة ولازم تتحط في التلاجة أقل حاجة 12 ساعة أو أقل حاجة 6 ساعات كمان بالطريقة دي أنا قلتلكو يعني إيه زي ما تحبوا ترسوها براحتكو عايزين البصل آخر حاجة عايزينو فضمص براحتكو دي حاجة تبع راحتكو هنكمل بقى ونرجع أنا طبعا أنا قلتلكو عصارت لامونة كبيرة على الخليط ده بس هي ما جاتش في التصوير يعني أنا سرعا عندي كمية فلفل كتير هنزل بقطعتين كده فلفل الألوان عشان نخلصوا وإيه كطعة الفراخ وهكذا والطريقة دي على فكرة طريقته سهلة جدا جربوه جهزو من بالليل وتقوم الصبح تعملوه ما بيخدش أي وقته بيقعد تلت ساعة بس في الفرن على درجة حرارة 200 رف أوسط وبعد ما يستوي تولعوا الشواية يتحمر بس شوي إيمة خمس دقائق أو عشر دقائق بس هنزل برضو بالصوص ده بيسوي الصوص ده ريحته ممتازة تتبيلة رائعة يا حبيبي جربوها بالطريقة دي بسم الله ما شاء الله عليه بعد ما يستويه هتشوفوه دلوقتي هدخلوا الفرن بس همسح الجناب دي عشان بتتحروق معايا في الفرن منديل ورق كده وهمسحها همسح الجناب دي ودخلها الفرن بمنتهى السهولة يعني حاجة ما بتاخدش غلبة معاكو جربوها وتغيير طعام وغير الفراخ اللي بنسلقها وكده هعمل صلطة خيار صلطة بردة معايا خيارة بشرتها بشر ناعم وعليها علبة زبادي الصلطة دي جميلة جدا يا حبيبي جربوها تحفة وعلبة زبادي وهنزل بقى ايه بفصين توم مهروسين دول معلقتين زيت زاتون اللي مش عنده زيت زاتون يحط زيت عادي من بتاع الاكل ودي فصين التوم والكمون والفلفل الاصمر والملح من كل حاجة ايه ربع معلقة كده وهقلبها ده منظر الشيش في الشيش طاوق في الفرن خمس دقائق وهطلعه بس وشه يحمر بالمنظر ده كده هتشوفوه دلوقتي اهو شايفين منظره بعد ما اخذ بالضبط سبع دقائق ولعت الشوايا عليه وانا عملت معاه شوية رز بسمتي زي ما انتو شايفين الموز حطتها على الرز البسمتي يا حبيبي اللي هي كانت بقية من الفراخ شايفين المنظر والريحة والطعم بامانة فضيع جربوا بس يفضل ان انتو تجوبوا رز بسمتي اصلي يا حبيبي تشوفو كده عطار عنده ضمير وتجوبوا منه رز بسمتي اللي هي الحباية بتمد بيطلع ممتاز وطعمه تحفة دي برضو عملناها في سندويتش للي مش حابب ياكلها برز بسمتي اهي شايفين المنظر منظر فضيع يعني يا بصوا انا جايبا لكم افضل طريقة للشيش طوق جربوا يا حبيبي بالطريقة دي مش هتندموا ابدا هتعتمدوها على طول ولو عجبكو الفيديو بقى لايك يا حبيبي واشتركوا في قناتي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة